احنا عارفين ان احنا ثورت 23 يوليو 1952 لكن اعلان الجمهورية كان في يونيو 53 الرئيس محمد نجيب رحمة الله عليه مش بس كده تولي الرئيس جمال عبد الناصر كان برضو في شهر يونيو انت بتصور؟ طيب بلاش ده بالتأكيد 67 والنكسة للأسف الشديد كانت في 5 يونيو لكن سبحان الله برضو انتوا عارفين من بعد 67 عادنا 8 سنين كانت القناة السويس مغلقة امام الملاحة البحرية وتفتحت سنة 75 في شهر يونيو وبالمناسبة وده كان الاختيار الصائب يوم 5 يونيو وكأنك تهزم الهزيمة وتقف امام العدو تقول له انا يمكن اتهزمت في 67 لكن ضحتك بحرب الاستنزاف وخلصت على اسطورتك في 73 في 6 اكتوبر وبفتح القناة برضو يوم 5 يونيو لكن سنة 75 طيب اقولك على حاجة الاسهل او الاشهر يعني بالتأكيد الاشهر هو 30 يونيو 36 2013 صح؟ طيب وبعدها بسنة اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الريس لما قال القاسب الدستوري في المحكمة الدستورية العليا كانت برضو في شهر يونيو حقيقي مش هزار هو شهر يونيو ده يونيو مليان احداث ولو ركزت هتلاقي انه كتير جدا من اهم الاحداث في تاريخنا حصلت في شهر يونيو سبحان الله اخدار بالمناسبة يعني مش احنا في شهر يونيو انا من الناس اللي تشوف انه علاقة شوف كده دايما في محور تاريخي المحور التاريخي ده تقدر تبص عليه يمكن فعلا من ثورة 1952 وحتى هذه اللحظة المحور التاريخي ده تاخده كده بالترتيب العراق سوريا مصر الجزائر علاقة الاربع دول دول ببعض علاقة شديدة المتانة وشديدة الاهمية ولأعداء المنطقة العربية المحور الرباعي ده مرعب مرعب ده تاريخيا مرعب احنا مش عاوزين نرعب حد احنا عاوزين نشوف مصالحنا عاوزين نبني اوطننا ومؤسستنا عاوزين شعوبنا تبقى مستقرة وبلادنا مستقلة وعندنا استقلالية كمان في اتخاذ القرار وعندنا اقتصادات متينة مش هقولك اقتصاداتنا بتعتمد على بعضها البعض لكن بتتكامل مع بعضها البعض فلما اشوف متانة العلاقة التاريخية اللي ما بيننا وما بين العراق واشوفها بتتبني وبتكبر وبتزدهر العراق مر بأوقات شديدة الصعوبة واحنا مرينا بأوقات شديدة الصعوبة فلما لاقي النهاردة رئيس الوزراء العراقي موجود عندنا في القاهرة منور مصر منور مصر وألاقي انه ما بين العراق وما بين مصر تقف دائما سوريا في الممتصف وكأنها جسرا واصلة فتصل سوريا او تعود سوريا مرة تانية المقعدها داخل جامعة الدول العربية أبدأ والله أنا بكلمة بالجدد أنا الجيل اللي كان بيكبر على كده يعني الحلم الكبير بتاع التحالفات العربية وقفتنا جميعا كعرب دائما في نفس ذات المربع بنفس ذات الإرادة الموحدة عندنا واحدة هدف وعندنا خطوات نشتغل عليها مع بعض ونتكمل مع بعض فإذا كان في حد يعني مش لادد عليه الكلام معلش يحذرني أنا راجل شرفت على الخمسين فكبرت على كده وجداني اتكون كده ولما تيجي تبص عليها بشكل عملي مش هقولك بقى إيه وأين الضاير أو وما الضاير بالعكس ده المستقبل والخير والقوة والشغل وكل حاجة بتيجي بالحاجات اللي زي دي بعد توفيق ربضان فالنهاردة وأنا حكيت لكم أن أنا سفاة العراق كنت في ديسمبر اللي فات فتحوا تفكر يعني أما أنا للفرسان أن هم هيعتلوا الجياد مرة تانية فرسان العراق وفرسان سوريا وفرسان مصر وفرسان الجزائر وفرسان الخليج وما إلا ذلك نركب تاني ونعتلي صهوات الجياد ونبدأ نشتغل زي ما ياما اشتغلنا صهوات